السؤال اللي بعد كده بيقول هل ليه احنا فيه دلوقتي من علامات الساعة الكبرى ونهاية العالم مدخلين على مجاعة يريد ترد علي ضروري لاني محتاج اعرف طبعا انا همازح حضرتك ممكن تسمح لي ان انا همازحك او حضرتك عايزنا نرد عليك ضروري عشان تلحق قبل ما العالم يقوم قبل ما الايام تقوم انا عايز اقولك ايه او انا عايز اقولك ايه عايز اقولك حاجة بصورتها خالص ان احنا مبني احنا ما عندناش حتى مفهوم مثلا مفهوم المهت المنتظم ما عندناش فكرة المنتظم احنا منعشي واحنا منتظرين قيام الساعة ابدا ليه طيب لان احنا بنعيش مع الله في كل لحظة من لحظات الحياة في نعمه وفي مدده وفي بركته لكن اللي احنا بنعرفه عن امارات الساعة احنا بنعرفه عشان ده يمدنا ويدعمنا ويجعلنا نعرف ماذا سنفعل غدا يبقى الكلام عن امارات الساعة كلام محفز مش كلام معجز تاني الكلام عن امارات الساعة كلام محفز وليس كلاما يعجز طب اقول كده ليه لان كل ما بشوف الناس ويبت تتكلم عن امارات الساعة يحصل لواحد كده انه هو يحصل له كآبة ويهبط ويحس خلاص انا طب انا عالحق ازاي انا عندي 40 سنة عندي 30 سنة عندي 20 سنة من المعاصي والزنوب عالحق ايه ده بيقولوا خلاص امارات الساعة في خلال السنة الجاية والسنة اللي بعدها خلاص اللي ما تقوم فانت سألتين هو احنا امارات الساعة دي اللي احنا فيها امارات الساعة الكبرى لا لكن امارات الساعة الصغرى كانت بتظهر من ايام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعشان كده حضرت النبي قال بعثت والساعة كهتين وأشار بالسببة والوسط يبقى إذن إلا حاصل أن الأمارات بدأت منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ده بعض العلماء بيقولوا أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من الأمارات يبقى إذن ببساطة خالص إحنا دخلنا في الأمارات الكبرى لا إحنا دلوقتي في الأمارات الصغرى كادت أن تنتهي نعم ولكن عندنا حكمة أننا لا ننتظر ولكن ننظر ننظر فيما يمدنا الله سبحانه وتعالى ننظر فيما يقبل من حياتنا ننظر بما يعطينا الله من مدد ولذلك هذه النفسية هي النفسية الراجل اللي هي تقوم عليه الساعة هو ما كانش عارف أمارات الساعة أكيد كان عارف أمارات الساعة فجات له الساعة إيه؟ بغت فجات الساعة بغت فإلا حصل؟ إذا قامت القيامة وفي يدي أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليغرسها هي دي نفسية الإنسان اللي إحنا دايما بيبقى دايما مش منتظر قيام الساعة لكن دائما ينظر إلى مدد الله وحفظ الله وكرم الله وعشان هو بينظر لده بيغرس الفسيلة عشان نظر ربنا ولا إرادة ربنا تيجعل الساعة تؤجل يجعل الساعة بعد ذلك بيحمل كده هو حتى هو في لحظة قيام الساعة هي دي النفسية اللي إحنا عايزينها هو دوة اللي مراد حضرة النبي ولذلك حضرة النبي تكلم على هذا إذا قامت الساعة وفي يدي أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليغرسها يغرس هو حضرة النبي قال لي فإن استطاع لي أنه يعني من شدة الهول ومن شدة المصيبة ومن شدة الصعوبة الحالة اللي هو فيها قد لا يستطيع لكن حضرة النبي بيقول أنه هو يحاول عشان هو دوة محب الحياة اللي ربنا سبحانه وتعالى قذف في قلبه أن الحياة نعمة فليت نعيش بهذه الطريقة أن الحياة نعمة